النشرة الجوية وتوقعات الأيام القادمة مع المهندس أنس رحمون وانحسر حيث تقدمت الكتلة الهوائية التي كانت تسيطر على المنطقة وترافق المخفض الجوي لتؤثر على أجزاء واسعة من دول القوقاز مع انحسار هذه الكتلة الهوائية الباردة نسبيلان توقع أن تأثر بامتداد كتلة هوائية دافئة تشهد البلاد على إثرها ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة مع استقرار للأجواء حيث نتأثر بسلسلة من المرتفعات الجوية السطحية من المتوقع أن تدوم حتى مطلع الشهر القادم بمشيئة الله تعالى بناء على هذا التحليل لتوزع الضغوط الجوية في طبقات الجويكة فنتوقع بإذن الله تعالى أن يكون تقص اليوم الأحد مشمسا مستقرا إلى غائم جزئيا على فترات هناك فرص خلال فترة الظاهرة وبعدها لبعض الزخات المطرية العابرة على المناطق الساحلية وأجزاء من جنوب البلاد وأجزاء من أقصى شمال شرق البلاد في المالكية وأجواء القامشلي هذه الهطولات المطرية ستكون ضعيفة نادرة من وقت إلى آخر حيث تتمي الأجواء الاستقرار مع شراقين للشمس على أجزاء واسعة من المنطقة تسجل درجات الحرارة طفيفا لتلامسها 18 درجة مئوية نهارا تصل ليلة إلى 8 درجات مئوية لكن اليوم الأحدنا توقع أن الحظانة شاطر ملحوظا في حركة الرياح الغربية حيث من المتوقع أن تهب بسرعة تلامس 30 كم في الساعة في حين قد تصل سرعة بعض الهبات حتى 50 كم في الساعة أجواء الاثنين أيضا مستقرة مشمسة مع احتمال الانتشار السحب المتفرقة تبقى الأجواء دافئة حيث ترتفع درجات الحرارة تسجل 19 درجة مئوية نهارا تصل ليلا إلى 9 درجات مئوية وتهدأ الرياح وتبقى غربية عند 10 كم في الساعة بالنسبة لأجواء الثلاثة الأجذية على الحالة الجوية حيث تستمر الأجواء المستقرة مع احتمال لتشكل الضباب الصباحي على شمال غرب البلاد خلال ساعات صباح الثلاثة الأولى تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها إلى أعلى بقليل حيث تتوقع أن تسجل 17 درجة مئوية نهارا تصل ليلا إلى 7 درجات مئوية وتتحول الرياح إلى شرقية عند 10 كم في الساعة في التوقعات متوسطة وبعثنا تتوقع بإذن الله تعالى أن تدوم مع سيطرة سلسلة المرتفعة الجوية التي تفرض بعض مشيئة الله تعالى تقصا مستقرا مشمسا ودافئا على المنطقة حتى مطلع الشهر القادم بمشيئة الله تعالى هذا كان كل ما يتعلق تطورات حالة جوية القادمة الأيام أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر